وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد الأمر المتمم والمعدل لقانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخيرة وحسب بيان لرئاسة الجمهورية تضمنت الأحكام الجديدة توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى